بعد أيام قلائل من الخضوع للعلاج الطبيعي توجه شيخ الأزهر الشريف للعاصمة الإيطالية روما مشاركة مهمة مع البابا فرانسيس ليترأس قمتي قادة الأديان بشأن المناخ والتعليم وآتت كلمة فاضيلة الإمام في قمة المناخ لتكون شارحة لتعاليم الإسلام وحث الناس على العناية بمتنوعات البيئة والتعامل مع مفرداتها بدقة وحرص شديد أن الإسلام لا ينظر إلى الوجود المادي الساكن نظرته لكائنات ميتة لا وعي لها ولا إدراك بل على العكس ينظر إليها وإلى عوالم هذا الوجود من إنسان وحيوان ونبات وجماد بحسبانها موجودات حية تعبد الله وتسبحه في لغة لا يفقهها الإنسان وسرد فاضيلة الإمام الأكبر ثلاثة حقائق أقرها الإسلام بدأت بأن موجودات الكون حية ولها قيمتها في النظام البيئي وثانيها أن الله أصلح الأرض وهيأها للبشر لمنفعتهم العامة وثالثها أن الله حذر بشدة من الإفساد في الأرض ومن هذه الحقائق الثلاث يتبين في وضوح أن الله استأمن الإنسان على الأرض وأمره أن يتعامل مع سائر الكائنات معاملة الصديق للصديق واختتم فاضيلة الإمام الأكبر حديثه بتوجيه رسالة للبشرية بتحمل مسؤولياتها نحو أزمة المناخ وأدعو إخوتي وزملائي علماء الأديان ورجالها أن يقوموا بواجبهم الديني في تحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه هذه الأزمة وأعتقد أنهم بما يتمتعون به من تأثير روحي في كافة الأوساط حتى عند صناع القرار وأصحاب المصانع والشركات يستطيعون أن ينشروا بين الناس الوعي الديني بأبعاد هذه الأزمة مؤتمر عالمي كونه يماهد طريق المناخ برسائل قوية تنير عقول الأمم المتحدة قبيلنا قد قمة المناخ السادسة والعشرين حماد العربي التلفزيون المصري